المحافظة اسمعني أنكم لأمو باشروحا أعطوا عنه على هذا يا أبو يا فرزخا حزيزتي ولكم كيف تصير لم يجد هذا الرجل النجفي المفجوع بوفاة شركة حياته سوى الصراخ بحرقة على الخطأ الطبي الذي تسبب برحيلها فعملية شفط للدهون اعتيادية أجريت بمستشفى نهلي حولت زوجته إلى جثة هامدة أما الأسباب فدعت دائرة صحة النجف إلى فتح تحقيق بها فالحادث لم يكن الأول من نوعه في المحافظة أجرة العملية في أحد المستشفيات الأهلية في محافظة النجف الأشرف كانت تعاني من سمنة مفرطة وأيضا كانت تعاني من ربو قصبي مزمن أثناء العملية وبعدها حدثت مضاعفات للمتوفاة قررنا في دائرة صحة النجف بتشكيل لجنة تحقيقية من أطباء ومتخصصين للوصول إلى أسباب وفاة هذه المريضة وعلى أساسها تكون التوصيات لهذه اللجنة وثبوت مقصرية أو عدم للأطباء وبالرغم من وجود ثقرات في قانون الصحة العامة تنظم الرقاب على عمل المستشفيات الأهلية يرى قانونيون أن هذا الملف يحتاج هو الآخر إلى متابعة أشد لمنع تكرار هذه الأخطاء والتي ترسم صورة معاكسة عن دور الكوادر الطبية الهام في إنقاذ الإنسان لا سيما في الوقت الرهن هناك فوضع عارمة لعمل المستشفيات الأهلية عدم وجود رقابة بالنسبة لأغلب دوام المستشفيات الأهلية يجب أن يكون مساء وليس صباحا حتى لا يكون هناك ازدواج في العمل وأن يقوم بعض الأطباء بترك عملهم في المستشفيات الحكومية ويذهبون باتجاه المستشفيات الأهلية هناك إهمال وتقصير في القطاع الصحي وخاصة المراتب العليا بالنسبة للوزير ووكلاء الوزارات وقد تعيد وفاة زوجتها الرجل النجفي فتح ملف الأخطاء الطبية التي تتكرر بين الحين والآخر والتي كانت في أغلبها تنتهي بالمراضات العشائرية من النجف محمد رزاق التغيير